بعد ما شفنا القرار من الحكومة أنه خلاص الأسعار هتتحدد إزاي هيتم تحديد الأسعار ومين اللي هيعمل العملية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً اللي أنا عايز أأكد عليه أن التاجر متضرر زيه زي المواطن ممكن أكتر شوية وهنأكد على الجزئية ديت فإحنا كلنا أي منظومة تزبط الأسعار كلنا مفقين عليها تاجر موفق عليها الغرفة التجارية موفق عليها المواطن هيستفد منها كلنا هنستفد منها اللي من أكل عليه بردك تمام أنه لو لا تدخل الحكومة في الفترة السابقة اللي هي تجهيز الشغل الصامع اللي تعاملت بدل الشوان المخزون السراتيجي لبعض السلع اللي ديتنا إتاحها الكلام ده كله ده عامل توازن لغاية وقتنا هذا لو لهذا لا كنا بقينا في حتة تانية خالص كنا ممكن نفسه زي دول هذك تعرفيها أكتر مني عندها ما عندها السلع مش أسعار بس لا ما فيش سلع عندنا السلع ولكن مشكلتنا في الأسعار صحيح وده اللي قاله رئيس الوزراء أنهنا موفرين السلع لكن الأسعار الموفرة بيها السلع ده كلام المهم تزبز في الأسعار يعني لما نقول مثلا كيلو السكر في 18 جنيه ونص وبره 18 جنيه بقى فيه تزبزب ولكن فيه السلع موجودة وفيه الحكومة لما وضعت ديها في المنتج قدرت أنها تحافظ على سعره وتثبته وتخليه بعشر جنيه ونص وده على التومين على 65 مليون مواطن بيأخذوا بطاقة التومين بيستفدوا من النوعية دي من السكر والرزب على شكليه ونص وهكذا اللي بس ناء السوق الخارجي فإحنا بس بنأكد على جزئيتين دول الأول عشان عظيم سعير بقى الفترة اللي جاية وفكرة أن يكون في أسعار اللي بنأكد عليه بقى دولة رئيس الوزراء مع علي وزير التومين أن السعر ذا ليس تسعيرها جبرية ولكن سعر استرشادي بمعنى؟ بمعنى احنا للوقت في سوق حر فيه مستثمرين فيه قبر صناع فيه شغل كتير كويس ففيه قوانين ملزمة للينا كلنا أن ده سعر فما يباش فيه تسعيرها جبرية التسعيرها جبرية اللي حصل في الرز قولي لأننا اتكلمنا فيها قبل كده أن كان فيه ناس حابة تتلعب فيه فبناء عليه قدر نأكله على سعر جبرية يلتزم به الكل ولكن بقية الأسعار هتبقى أسعار استرشادية أسعار استرشادية أن احنا بيبقى فيه مع الوزير التنمين من طرف الوزارة من طرف الغرف التجارية الشعبة المواد الأزائية المستوردين التجار بيعودوا السعر ده تكلفته إيه الظروف وإيه نقدر نبيعه بكام نعمل كام هنقول لسعادتك مثالا تماما دلوقتي أنا كتاجر لو أنا كارسي مالي 3.000 جنيه كنت أجيب كارتونة الشاية مو 1.500 كنت أجيب بيها كارتونتين وحطها في المحل على رفين وبأسقف كل كارتونة 200 جنيه لما كارتونة بقيت بـ 3.000 جنيه أو بـ 2500 بقيتي أجيب كارتونة واحدة بس وبحطها على رف واحد بس وبكسب في 200 جنيه واحدة بس فرأس المال بتاعي تأكل وهامش رأس بتاعي تأكل فوفر السلعة قل فأنا من مصلحتي إن أنا يبقى أتكلم إن أنا الأسعار تقل عشان يبقى الكلام موضع فلما نيجي نعمل مكياس حرك أكدر مننا علما وأي حد من سنة الموطنين ممكن يخش على يعرف أسعار المنتجات اللي هي المستوردة أو كذا من برة فسعر السكر عالميا تقريبيا 600 دولار 600 دولار ده لما ساعة التكتيجة تدربية في 25 جنيه يعمل 15 ألف جنيه لما الشركة المحترمة دي جابت المنتج ده وباعته ب 17 جنيه يبقى الكلام ده منطقي إنه مستورد ب 15 في أعباء في مصاريف ممكن يبقى دولار زيادة شوية ممكن يبقى 600 دي 610 فلما نيجي نتكلم في ساعة جملة 17 جنيه يبقى ساعة عادل